أو المقترح طبعاً وليس القرار وإنما الناس تحدث عن قراره هو مقترح وأكيد مشروع قراره طبعاً هذا المقترح كان قديم وقدم سنة 2002 من قبل حزب الشعب والذي يسمى الآن حزب الليبريالي اللي رمسوا له بحرف L وكان مرفوض أما ما يتعلق في موضوع فرص نجاح أو فشل إقرار القانون بهذا الشأن في البرلمان على ما يبدو أن هناك صفقة سياسية ما بين الحزب الاشتراكي والحزب الليبريالي بقبول هذه القصة وربما يكون هناك طرح مقترح لهذا القرار في البرلمان السويدي ولكن صياغة القرارات لا تعني هنا في السويدي تأتي بهم وليلة طبعاً عملية طويلة بحيث يقدم مقترح قانون أولاً ثم يدرس هذا المقترح القانوني من قبل هيئة خبراء القانون وهذا اللجنة طبعاً هي مسؤولة عن الكشف عن ما هي هذا القرار أو القانون إذا تخذ من الذي يتضرر هل هناك معارضة من هذا القانون للدستور أو هل هناك تضاد من هذا القانون مع الدستور هل هذا القانون ممكن أن يطرح ضمن القوانين التي تميز بين الناس يعني لماذا يكون هذا الشخص في حالة جنسية لازم يعمل هذا الامتحان والثاني لا يعمل هذا الامتحان من الذي يعمل الامتحان هل كل الناس الذي يصل على الجلس السويدي السودية يقدمون هذا الامتحان فقط للمهاجرين طبعاً ستصدين نقاشات عظيمة جداً بالبرلمان وداخل هذه هيئة صوايات القوانين وبعدها يأتون بمقترح قانون أو بمشروع قانون يتم مناقشته في البرلمان السويدي اللي هو ريك ستوغن ويتم التصويت عليه على ما يبدو هناك في موجود بالبرلمان أغلبية كافية لأن الأحزاب اليمينية والأحزاب الأنصرية طبعاً لا يمكن أن تصوت ضد هذا القانون أكيد راح تصوت مع هذا القانون فهو عملية بالحسابة القانونية راح يكون قانون قائم ولكن مثل ما شرحت أنه يجب أن هذا القانون يمر بعدة المقترح بعدة مراحل حتى يتم إقراره في حال إقرار هذا القانون هناك حديث متعلق بأنه مستوى اللغة كيف يكون مستوى اللغة هو طبعاً ما بس لغة لغة وصامها إلا يعني المجتمع معلمات عن المجتمع السويدي معلمات عن القوانين السويد أكيد هو مستوى اللغة يعني أحد المستوى يمكن يكون سي مثلاً بالأسفي ربما يعني هذا يكون مقبول بحيث إنسان يقدر يقرأ رسالة من دائرة حكومية يقدر إنه يقرأ وثيقة رسمية حكومية يقرأ جريدة أو يسمع أخبار ويفحمها باللغة السويدية يعني بهذا المستوى ربما يكون هذا المستوى اللغة يعني ليس بمستوى أن تكون مترجم يعني لا أو تكون لغة خبير في اللغة وإنما لغة للتفاهم اليومي طبعاً في سؤال من ضمن الأسئلة المطروحة هل هناك خوامش للتسامف مع كبار السن والذي يعلم عن صعوبات في التعلم لغة جديدة طبعاً هذا موجود في كل القوانين ليس بهذا القانون أنه فيه استثناءات للأشخاص اللي حالاتهم مستحيلة وحالاتهم صعبة وبالتأكيد رح يكون هذا الموضوع مأخوذ فيه لأنه أكيد يكون فيه استثناءات يعني لما يقر القانون يأخذ بعين الاعتبار هذه السن طبعاً هناك حسب النقاشات تطرح حسب المسودة اللي طرحين فيها القانون هل هناك مجال للنقاش في الموضوع هل هناك في المسودة طرح للأعمار أو هي بذلك في هناك سؤال هل ما هو رأيك بشأن شرط اللغة للحصول على السندي وليما يجب أن يعتبر بعض شرط مرهق أليس نظرورة على المغرس في الدماج دون اعتبار السيف المسلط طبعاً بالتأكيد بالتأكيد يعني أنه نحاول أن نكون ناس إيجابيين ونتخذ هذا الشيء ربما يكون دافع أو واعز في أن نتعلم اللغة طبعاً بس أنا ضد طبعاً التعليم يكون بالصوت وضد التعليم يكون بالسيف وضد التعليم يكون جباري ولكن هذا لا يضير أنه نحن نتعلم اللغة لا يضير أن نتعلم بعض القوانين البسيطة يعني لماذا أن نحن يعني خاصة أن للأسف بعض الجاليات اللي إجت للسويد يعني تعلمت ولكن بعض الجاليات ما تعلمت هو السويدي نفسه ما تغير يعني السويدي هو واحد السويدي هو نفس الشخص المنعزلي المنطوي أو اللي يحاول أنه عنده الانتقريتات يعني عنده موضوع أنه ما يريد يندمج مع الآخرين حتى مع السويدي أنفسهم هم منعزلين بيناتهم يعني فهذا ليس شخص شيء موجه ضد الأجنبي أو ضد الشخص لا نفكر بطريقة هذه السلبية وهذا تكون عائق نفكر بطريقة ثانية ليش الآخرين من فئات بعض الأجانب ندمجوا وتعلموا اللغة وصاروا فخلينا ندافع لأننا نكون نحن نتعلم اللغة ونتعلم بعض أجزاء من المجتمع ولكن أرجع في النهوة ويقول أنا يعني عضو في حزب البيئة وأنا حتى معارضة الحزب نفسه أنه يكون هناك موافقة على هذا القرار أن يكون التعليم أجباري أو التدريس تعلم لغة أجباري أتمنى أن يكون هناك آلية موجودة عند الدولة وعند الحكومة بأن يكون تعليم اللغة ويكون اندماج طوعي وليس قصري لأن الاندماج الطوعي هو أفضل نتائجه ولكن العمل لا يتوقف فقط على السويدي والحكومة السويدية العمل يحتاج أن نحن كفئات مهاجرة أتت إلى هذا البلد نحن نطمح للاندماج نحن نجذب الآخرين يعني لننتظر فقط أن السويدي ميد إيدا لي ويعلمني لغة ليش أنا ما أتعلم لغة ليش ما أنا أروح عليه ليش ما أنا أتعلم من عنده بالعكس يعني كل ما زدت أنا معلومة من أي بلد آخر من أي جنسية أخرى من أي ثقافة أخرى هو ثقافة إلي ليش ثقافة الآخر بالعكس هي ثقافة إلي فأنا مع أن يكون هذا الاندماج طوعي وليس قصري وأتمنى أن لا يكون صيف مصرط على الناس وأن الناس يفهموا أن هذا موضوع بصالحهم وليس موضوع قضتهم وشكرا جزيلا مع السلامة